اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المنتجات التي تم اضافتها المنتجات المناسبة بالنسبة لك وايضا بالنسبة لصفحة الخصومات الهائلة على الامازون كل هذه هي الصفحات خاصة بالامازون لذلك لم نتطرق اليها على الاطلاق وانما نبدأ مباشرة باستخدام الادات في مجال ميرش باي امازون دعني مثلا اكتب مثلا كريسمس بحكم ان الكريسمس خارب مثلا كريس بعدها نكتب كريسمس شيرت لو ابحث مباشرة في الامازون سوف تأتيني نتائج كل من الامازون اف بي اي ونتائج الميرش باي امازون ولكني شخصيا اريد ان اعزل فقط نتائج الميرش باي امازون او المجال الذي نعمل عليه لذلك سوف اقوم بتحديد الكلمة المفتاحية التي كتبتها عفوا شيرت وليس لايت لا ادري من اين اتت هذه لايت بعد ذلك اقوم بتحديد الكلمة اضغط بزر الايمن لماوس استخدم اداة ميرش ريسيرش وهي اداة مجانية سبق وانتكلمنا على نهاية عليها عفوا اكتر من مرات استطيعا تعود لشرحها الشامل وتشاهده من هناك اقول شو ال ميرش ان امازون وانتظر الى غاية ان تفتح معي النتائج بشكل جيد بعد ان ينتهي محرك البحث من البحث واعطائي النتائج اول شيء تراه انت تثبيت الامز سكاوت بشكل جيد تعطيك السكور الخاص بالنيش وسبق وان شاركنا معكم في حلقة الامس لماذا السكور ثمانية هو جيد جدا صراحة حتى لا نكون متشائمين ولكن احب ان اعمل على نتش تسعة وما فوق فلو تعود الى الحلقة الماضية سوف تجد فعلا فعلا كيف تستطيع ان تجد نتش تسعة عشرة ممتازة جدا المهم دعنا نتكلم عن استخدام اداة الامز سكاوت وكيف استطيع ان استغلها واستفيد من كل مزاياها بمجرد ان اكتب اي كلمة مفتاحية اريدها مثلا كريسماس شيرت او كريسماس تي شيرت اول ما يشد او يثير انتباهية الموجود هنا في الاعلى النتائج الموجودة في هذه الصفحة معدل البيع اربع عمليات بيع لماذا المعدل منخفض لانه هناك فعلا اشخاص لا يبيعون وهذا هو المعدل الخاص بكل المنتجات التي هي معروضة لبيع هنا فكما ترى هذا تسعة واربعون هذا سبعة واربعون ولكن الاغلبية في هذا النتش تبيع اقل من خمسة لهذا فان المعدل او معدل البيع بشكل عام لكل المنتجات هو اربعة معدل السيلز رينك ايضا معدل الاسعار معدل حتى الريفيو او المراجعات للمنتجات او التشبع في النتش ترى انه ممتاز جدا 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 يا صديقي سكور رائع تستطيع الاستفادة منه والدخول في هذه المنافذة كما ترى يا صديقي اخبرتك ان هذا نيش سكور ولكن تستطيع ان تشاهد نيش سكور بالنسبة لهذه الجملة بالذات مثلا تستطيع ان تضغط عليها بعد ذلك عفوا لا اريد الخروج من هذه الصفحة استطيع ان اتي الى product history اما بالنسبة لي نيش history فهو الخاص بكل النيش عام christmas shirt لترى التغير في ال rank التغير في سعر وان كان تغير طفيف وليس بيال كبير كلهم في حوالي 17 دولار اما بالنسبة لي sales فانت ترى انه فقط في العام الماضي في الشهر بوم المبيعات منفجرة اما باقي العام فهي لا تبيع وهذا امر طبيعي جدا خاصة وان هذا نيش موسمي ولن يبيع على طول العام دعني فقط اتأكد اذا كان مثلا هذا نيش قد بدأ في البيع فعليا منذ اكثر من 3 اشهر او 4 اشهر وخطأ كبير يرتكبه الذين يعملون في مجال الميرش باي امازون هو البداية في العامل على نيش موسمي قبل شهر فقط دعني اريكم ما اتكلم عنه مثلا product history لترى ان بداية المبيعات كانت هنا في حوالي شهر 7 بعد ذلك 9 10 ايضا او اصلا بدأ يبيع قبل المناسبة على الاقل بشهرين فمثلا منذ شهر 9 بدأ يبيع لترى هنا هذه السيلز الخاصة بالتيشيرت بحد ذاته ترى ايضا الرانك كيف يرتفع وينخافض اما بالنسبة لي السعر فهذا الشخص او المصمم واضع سعر تابت ولا يريد تغييره على الاطلاق استطيع ان اقوم بادراج اي اه عفوا مرة اخرى استطيع ان اقوم بادراج اي نيتش او تصميم الى قائمة مفضلة خاصة بمثلا اه هكذا بمجرد اني اضغط اه مرة اخرى استطيع ان اعود الى القائمة الاساسية لاشاهد كل هذه المعلومات صراحة المعلومات اه رائعة جدا تمكنك من النجاح في اه هذا المشروع تمتل عينك على السوق تستطيع ان ترى كل ما يحدث في السوق كل شخص اه كم اه يبيع كما ترى هنا يا صديقي مثلا كل شخص اه الترتيب او الرانك الخاص به بامكانك ايضا ان تشاهد السعر او الاسعار الذي يضعوها كل هؤلاء فمثلا هذا اه 13.99 يركز فقط على الاردفاع في الطير ولا يريد ارباح اه بعنما الاشخاص الاخرين يريدون الحصول على ارباح فعلا لذلك يضعونا الاسعار اه مرتفعة بالنسبة للف بي اي اي لا تهمنا هامش الربح ايضا لا يهمنا بشكل كبير فنحن من نقرر ومن نصنع لسنا او اه ليس لدينا مصاريف كبيرة مثل من يعملون في مجال الامازون اف بي اي تستطيع ان ترى ايضا عدد المبيعات لكل اه تصميم على اه حضابي مجرد ان تضغط على كل ايقونة او كل نص من هذه النصوص يتم تحويل الترتيب الى الترتيب الذي اه تعتمده مثلا البرائس يقوم بتركيبها على سعر على اساس البرائس الرنك على اساس البررنك وهكذا ودوالك ايضا تستطيع ان ترى المراجعات يا صديقي اه كل شيء كل شيء التقييم العديد من المعلومات المهمة جدا التي اه تتيح لك النجاح في هكذا مشروع ما اريد ان اكلمكم عنه يا صديقاء انك بامكانك ان تضغط مثلا على اي تصميم اه عفوا مرة اخرى سوف تجنن من هذه الاداة استطيع ان اضغط بهكذا الشكل لارى او حساب الارباح لا يهمنا كثيرا تستطيع ان تقوم بتتبع هذا المنتج بالدات بالنسبة لتتبع او حساب الارباح سيكون مهم اكتر بالنسبة لمن يشتغلون على الامازون اف بي اي لانك ارباحك واضحة يا صديقي وليس لديك مصاريف اه برودكت هستوري سبق وان تكلمنا عنها ايضا فايند اون الي بابا او لا تحتاجها بشكل كبير لانك لست تعمل في مجال الاف بي اي ما يهمني اكتر هو get keyword يا صديقي استطيع ان اتحصل على الكلمات المفتاحية التي يستهدفها هذا التصميم وكيف يحصل على خمسون مبيع بشكل شهري لترى ان صديقنا يقوم باستخدام الكلمات المفتاحية الطويلة التي تتكون من اكتر من كلمة مفتاحية واحدة حتى يستطيع ان يسيطر على sub niche بدلا من ان يبقى مركز على ال niche الكبير ولا يأخذ منه اي شيء وهذه هي النصيحة التي دوما ما اواجهها لكم يا صديقات استطيع ان تجد مثل هكذا منتجات مثلا على جوجل وتبحث عني النتائج استطيع ايضا يا صديقي ان ابحث مرة اخرى في ال niche keyword الكلمات المفتاحية التي تقود الى هذا ال niche ككل ففي الاسفل الخاصة بالمنتج اما هنا فيها الاعلى فهي الخاصة بكل ال niche بشكل عام وانا لا انصح بهذه العامة دوما لانك اذا استهدفت قطعة الحلوة الكبيرة سوف يضربك الكثير من المصممين ولا تأخذها ولو قطعة على عكس لو ركزت على اخذ قطعة صغيرة جدا من حبة حلوة وليس كعكة كبيرة اتمنى ان تكون الفكرة قد وصلت اليكم يا اصدقاء ما اريد ان اكلمك معنا يا اصدقاء قبل نهاية هذا الفيديو هو الانتباه الى العلامة بمعنى ان هذه الاقمصة بالذات من دون سواها حدث لها ترند في هذه الفترة بالذات بحيث ان هذا وهذا وهذا الثلاثة سوف يقومون بالبيع بشكل جنوني في هذه الايام ما يجعلك قادر على الدخول في المنافسة معهم يا صديقي وتحصل انت ايضا على مبيعات تستطيع ان تنتقل الى الصفحة الموالية والصفحة التالية لتجد العديد من الافكار يا صديقي ايضا بامكانك الضغط على نيش ايديا حتى تأتيك افكار اخرى مثلا لا ادري ربما تأتيك افكار لم تخطر لك على بالك اقوم باستعمال هذا الزر بالذات في الامازون اف بي اي وتأتيك نتائج لم تكن تخطر على بالك ولكن بالنسبة للميرش باي امازون ليس في كل النيتشات تأتيك افكار ففيها الكثير من الاحيان يخرجك خارج المجال اطلاقا لهذا لا يمكنك استخدام نيش ايديا بشكل كبير في مجال الميرش باي امازون ولكنها ستفيدك كثيرا في مجال الامازون اف بي اي كان هذا كل شيء في حرقة ومضوع اليوم لا تبخلوا علينا بالضغط على الزر اللايك كومنت اسفل هذا الفيديو واشترك في القناة اذا كانت هذه او المشاهدة لك للرقم فارس لا تنسى زيارة موقعي فتنس 23.com لتجزي العديد من الادوات المميزة التي تمكنك من النجاح في مجال الميرش باي امازون امازون اف بي اي والعمل على الانترنت بشكل عام يا صديقي اسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تبخلوا علينا ولو بدعاء في ظهر الغيب